اهلا بكم بالفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن هل تؤلم مسحة عنق الرحم؟ مسحة عنق الرحم هي إحدى الإجراءات الطبية التي تلجأ إليها العديد من النساء للكشف عن ورم سرطاني بداخل الرحم قد يتسبب في شعور ببعض الآلام ولكن من حسن الحظ لا يستمر هذا الآلم فترة طويلة وبحسب ما يوصي به الأطباء فإن النساء يجب أن يخضعن إلى إجراء مسحة الرحم منذ عمر الخامس والعشرين وحتى الخامس والستين من أعمارهن كل سنتين أو ثلاثة بحد أقصى ما هي فائدة مسح عنق الرحم؟ تعتبر من الإجراءات التي تضطر إليها بعض النساء للكشف عن أي خلايا سرطانية في الرحم كما أنها تكشف عن وجود أي تغيرات غريبة في الرحم لمعرفة أسباب التغيرات التي تطرأ على الرحم وتهدد صحة المرأة الإنجابية وحياتها لذلك فهي من أهم الطرق التشخيصية للكشف عن سرطان الرحم فكلما تم الكشف عن الورم السرطاني في مراحله الأولى كلما كانت نسبة الشفاء منه مضمونة كما أنها تستخدم للكشف عن الالتهابات أو العدوى الفطرية التي تصيب المرأة وتسبب لها الحكة والإحمرار بالإضافة إلى الكشف عن العدوى الفيروسية لدى الأمهات الحامل التي تؤثر على صحة الجنين وتسبب له بعض المضاعفات الخطيرة المزمنة الأمر الذي يجعل من المسحة أمرا ضروريا لوصف العلاج المناسب قبل تدهور الحالة الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية الذي يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرحم معرفة أسباب العقم لدى المرأة من خلال الإطمئنان على صحة الرحم والتأكد من خلوه من أي زوائد رحمية عالقة به مسببة للعقم متى يجب الخضوع إلى إجراء مسحة عنق الرحم ينصح الأطباء بعمل مسحة الرحم بدءا من عمر الخامسة والعشرين وهناك البعض الآخر ينصح ببدء عملها من عمر الواحد والعشرين إذا كان للمرأة سجلا وراثيا عائلي من الإصابة بسرطان الرحم لأن احتمالية إصابتهم به في هذه المرحلة تكون أعلى من غيرها يمتد الفحص إلى عمر الخامسة والستين إذ لابد أن يتخلى للفحص والآخر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفي حال عدم وجود سجل عائلي من الإصابة بأورام في الرحم يفضل أن تخضع إله بعد تجاوز عمر الثلاثين إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تسوون لايك وسبسكريب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تتبعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر